والآن مشاهدين نعود بكم مجددا إلى مجلس الوزراء وحيث توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة والآن ندعو سيادة الوزير الراني المشاط والسيدة إلينا فانوفا للمشاركة في مراسم التوقيع شكرا لدولة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تواجدكم معنا اليوم لحضور حفل التوقيع أود أن أشكركم جميعا هنا معنا اليوم نيابة عن الحكومة المصرية وأسرة الأمم المتحدة في مصر على مشاركتكم في هذا الحدث تعبيرا عن تفنيكم الحقيقي كشركاء محوريين والذي لا يمكن أن يكون ممكنا ولن يكون ممكنا بدونكم تابعنا مع حضراتكم توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التعاون في مجال التنمية المستدامة في الفترة من 2023 وحتى 2027 والذي شهده السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وقام به كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا